أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قرنوا هذا ما وعد له الله ورسوله وصدق الله ورسوله واليوم الآخر وما زادهم إلا إيمانا وتسنيما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ورسول الله فمنهم من قضى محبه أحمه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين إجاء صدقوا ما وهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويؤذب المنافقين إن شاءه يتوب عليهم ويعذب المنافقين إن شاءه يتوب عليهم ويعذبوا إن الله كان وفوراً رحيماً أحمد الله سيد 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 فكان الله خوياً عزيزاً وأنزل الذين ضادوا من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبه محب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً تقتلون وتأسرون ولم تقعوها وكان الله على كل شيء قديراً يا أيها النبي يقول لأسواجك إن كنتم تربن الحياة الدنيا أرزيمتك فتوالين قل لأنوائك إن كنتم تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتاة لينا أمتع كن وأسرح كن سراحا جميلا وإن كنتن تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما يا نساء الممي من يأل منكم كن بفاحشة مبينة مضارة لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكم بل الله ورسوله وتعما صالحا نؤتها أجرها مروتين وأصدنا لها رزق كريم يا نساء نساء النبي لستمك أحد من النساء نساء إن اتقيتن فلا تخطن في القول فيطمع الذي في قلبه مغم وقل لكم لما عرفا وقلن في بيوتكم وقلن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآتينا النكات وأقلنا الله ورسوله الله الله أعطيتم حيث عزيزي علينا أعطيتم كم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وقالوا في بيوتكم رجس أهل البيت ورسوله لا تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وأعطيتنا النكات فكات وأقلنا الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله وقم في بيوتكم إن ولا تبروا إن تبروا مجل جالية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأقم الله ورسوله وقم في بيوتكم الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولكم ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إنما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشرين والخاشعات والصادقين 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 والحكم والخاشرين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرودهم والحافظات والذكرين الله كثيرا والذكرين الله كثيرا والذكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيات من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضلطنا مبينا وإن تقول للمني أن المنور عليك وأن أمثال عليك وأن أمثال عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخبي في نفسك من الله مبدين وتخشى ما سرى الله أحب أن تخشاه فلما قضى زيد من باطر زوجها كذلك لا يكون على المؤمنين حرجوا في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وفرا وكان أم الله مفعولا ما كان وللنبي من حي فيما فاض الله له سنة الله في اللحن خلوا من قبل وكان أمر الله قهرا مقدورا الله قهرا مقدورا الله قهرا مقدورا الله قهرا الله قهرا الله قهرا مقدورا الله قهرا مقدورا الله قهرا الله قهرا الله قهرا الله قهرا يا الله قهرا aal persona مدنبه أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا أكروا الله ذكرا كثيرا وسبحواه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودايا إلى الله بإذنه وسرايا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكفى بالله ركيلا صدق الله العظيم